تعد الحصيلة الرسمية لوباء كوفيد-19 في المكسيك رابع أعلى حصيلة في العالم مع حوالى ثلاثة ملايين حالة مؤكدة و245 ألف وفات لكن البيانات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بحسب الخبراء ويعود سبب هذه الموجة الجديدة لمتحورة دلتا ففي خلال الأسبوع الثمانية الماضية ارتفعت نسبة المتحورة دلتا من إجمالي الحالات من 31 إلى 67% بحسب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وقد تلقى نحو 50 مليون شخص في هذا البلد البالغ عدد سكانه 126 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا و27 مليون منهم تلقوا الجرعتين بحسب وزارة الصحة واستبعدت سلطات مدينة ميكسيكو مؤخراً فرض تدبير عزل جديدة بالرغم من رفع وزارة الصحة الميكسيكية حالة الانذار من كوفيد-19 في العاصمة إلى أعلى مستوياتها